مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسالين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلابي الأعزاء يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الإبتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درسا جديدا بعنوان جمع الأعداد الكلية أهداف درسنا لهذا اليوم أن يستعمل الطالب الخوارزمية القياسية لجمع الأعداد المتعددة الأرقام ثانيا أن يستعمل الطالب القيمة المنزلية لجمع الأعداد المتعددة الأرقام هيا بنا وبسم الله نبدأ بداية سنقوم بعملية التهيئة أوجد ناتج جمع الأعداد التالية أريد منكم جميعا أن تحلوا هذه الأسئلة ذهنيا لأنها سهلة وهذه الإجابات ضع إصبعك على الناتج الذي يعطي ثلاثون زائد ستون هيا يا بطل هل هي خمسة عشر أم إثنى عشر أم تسعون أحسنتم طلابي العزاء أحسنتم الإجابة هي تسعون بارك الله فيكم وما هو ناتج جمع ثمانية زائد أربعة هيا هيا بنا يا أبطالي أحسنتم أحسنتم لأن ناتج هو إثنى عشر أما أحد عشر زائد أربعة يا أبطال فيساوي كم؟ خمسة عشر بارك الله فيكم والآن ماذا نعني بالخوارزمية القياسية؟ وهذه هي لوحة القيم المنزلية سوف نقوم باستخدامها في هذا الدرس الخوارزمية القياسية في عمليتي الجمع والطرح تعني هي ترتيب أرقام الأعداد وفق القيم المنزلية بحيث تكون أرقام الأحادي تحت بعضها وأرقام العشرات كذلك والمئات وهكذا ثم يتم جمع الأرقام أو طرحها في كل منزلة مثال استعمل الخوارزمية القياسية لإيجاد ناتج جمع لدينا العددان 24,595 زائد 19,255 الحل أولاً يجب كتابة الأرقام وترتيبها وفقاً للقيم المنزلية لها يمكنك الاعتماد على لوحة القيم المنزلية في إيجاد الناتج إذن نقوم بترتيب الأعداد الأحد فوق الأحد والعشرات فوق العشرات والمئات فوق المئات وأحد الآلاف وعشرات الآلاف وهكذا ثم نقوم بجمع منزلة الأحد 5 زائد 5 تعطي أحسنتم 10 نضع صفراً وباليد نضع الواحد في العشرات الآن نجمع 1 زائد 9 تعطي 10 زائد 5 أحسنتم أحسنتم 15 أيضاً نضع 5 ونضع باليد 1 فوق منزلة المئات نجمع 1 وخمسة 6 واثنان يعطي ثمانية والآن 4 زائد 9 تعطي كم أحسنتم 13 انظر كيف نضع باليد الواحد ولا نضع 13 بجانب بعضهما البعض أخيراً 1 زائد 2 زائد 1 يعطي الناتج كم 4 بارك الله بكم إذن ناتج جمع العددين يساوي 43 واربعون ألفاً وثمانمائ وخمسون مثال من الكتاب صفحة واحد وستون قدر ثم أوجدنا تجمع العددين بأي طريقة تشاء لدينا هذان العددان لاحظ عزيزي الطالب مطلوب أن التقدير ومطلوب من أوجد ناتج الجمع حتى يتتم المقارنة ما بينهم طبعاً سوف نقوم بترتيب العدد وفقاً للقيم المنزلية لها وهذا هو الترتيب أولاً سوف نأخذ الجمع نرتب العدد فوق بعضها البعض ثم نقوم بجمع الأحد والعشرات وهكذا لاحظ الجمع سيكون اثنان وسبعة تعطي تسعة واحد وواحد تعطي اثنان ثم الناتج تعطي تسعة وأربعة مع تسعة تعطي ثلاثة عشر ركز على أن تضعب باليد واحد ثم النتيجة النهائية تعطي ثلاثة وعشرون ألفاً تسعمائة وتسعة وعشرون هذا هو الجمع ماذا عن التقدير التقدير سوف نقدر هذه المنازل نقدرها طبعاً أنت تختار ربما الآلاف هي الأنسب في التقريب أحد الطلاب يريد التقريب إلى المئات جائز ما عندك أي مشكلة ما دام في السؤال لم يعطيك إلى أي منزلة فالجواب سيكون صحيحاً بإذن الله إذن يعطينا في التقدير أربعة عشر ألف الثلاثة هنا لا تعطي الأربع لأنها بخيلة وليست كريمة لاحظ عندما نقرب العدد الثاني نقربه لنفس المنزلة التي قربنا إليها العدد الأول إذن لمنزلة الآلاف لاحظ أن الستة تعطي التسعة واحد ويصبح عشرة آلاف الآن نقوم بعملية الجمع لاحظ الأصفار تنزل لأن مجموعة الأصفار تبقى أصفار وأربعة زائد صفر تعطي أربعة واحد زائد واحد يعطي اثنان إذن الناتج النهائي هو أربعة وعشرون ألفاً قارن بين نتيجة الجمع وبين التقدير هل النتيجة منطقية إذن لاحظ التقدير هو أربعة وعشرون ألفاً والجمع هو كم ثلاثة وعشرون ألفاً تسعمائة وتسعمائة إذن أحسنتم إذن الإجابة منطقية والقيم متقاربة أحسنتم مثال آخر استعمل الخوارزمية القياسية لإيجاد ناتج الجمع ركز في مطلوب السؤال حبابي الطلاب إذا طلب قرب بتكت قرب قدر الناتج قدر الناتج ولكن هنا مطلوب استعمل الخوارزمية لإيجاد الناتج أي تقوم بجمع الأعداد الثلاثة التي أمامك قم بإيقاف الفيديو حل التدريب ثم أكمل بعد انتهاء الحل أحسنتم الآن الحل يجب كتابة الأرقام وفقاً للقيم المنزلية لها نقوم بترتيبها الأحد فوق الأحد العشرات فوق العشرات وهكذا إذن هذا هو العدد الأول العدد الثاني والعدد الثالث نقوم الآن بجمع الأعداد ثلاثة مع ثلاثة مع ثمانية تعطي أربعة عشر باليد واحد وعند جمع أعداد العشرات واحد زائد ثمانية تعطي تسعة تسعة واثنان أحد عشر هيا يا أبطال أحد عشر وثلاثة كم يعطي؟ أحسنتم أربعة عشر والآن ستقوم بالإجابة على منزلة المئات ونجمعها تعطي اثنى عشر ثم منزلة أحد الآلاف واحد زائد صفر تعطي واحد هذه خاصية الخاصية العنصر المحايد ثم واحد زائد ثلاثة تعطي أربعة أربعة زائد ستة تعطي كم؟ عشرة وباليد واحد أحسنتم اجمع الأعداد تعطي عشرة من يقرأ هذا الرقم؟ أحسنتم إذن الناتج هو يساوي مئة ألف ومئتان وأربعة وأربعون أحسنتم مبارك الله بكم أعزائي الطلاب الآن سؤال أقنعني صفحة ستين إذا كانت كل المقاعد الموجودة في صالات كرة السلة المذكورة في الجدوى لمشغولة فما إجمالي عدد الأشخاص في الصالات الثلاث لاحظ صالات كرة السلة صالة A وB وC كل صالة تحتوي على عدد من المقاعد فإذا أشغلت هذه المقاعد تماما فما إجمالي عدد الأشخاص في الصالات الثلاث عزيز الطالب أوقف الفيديو حل هذا التمرين ثم أكمل الفيديو بعد انتهاء الحل أحسنتم لابد أنكم توصلتم إلى هذه النتيجة قارن إجابتك بهذه الإجابة وإذا أخطأت أرجو إعادة الحل إجمالي عدد الأشخاص في الصالات الثلاث يساوي 55 29 الآن طبق فهمك تمرين رقم ثلاثة قدر ثم أوجد ناتج الجمع الآن تمرين رقم ثلاثة في هذا السؤال يحتاج مننا أمران الأمر الأول الجمع أو أنت تختار كما تشاء مطلوب مننا الجمع ومطلوب مننا التقدير الاثنان معاً لاحظة الآن هذه الأرقام والأعداد مرتبة فوق بعضها البعض نقوم بعملية الجمع الأحد مع الأحد وهكذا لاحظ النتيجة وعند تقريب هذه القيم نقوم بتقديرها لمنزلة الآلاف والأربعة عشر ألفاً تسعمائة وستة وعشرون تقرب إلى خمسة عشر ألفاً وثلاثة آلاف وثلاثماء واثنان وثمانون تقرب إلى أحسنتم ثلاثة آلاف والآن نجمع حتى نحصل على التقدير ويصبح الناتج تمانية عشر ألفاً بارك الله بكم أعزائي الطلبة والآن وصلنا إلى ماذا تعلمنا اليوم أحسنتم الآن استعملنا الخوارزمية القياسية لجمع الأعداد وهذه الخوارزمية الجمع وكذلك استعملنا القيم المنزلية للجمع واستخدمنا التقدير وعرفنا كيف نقدر عرفنا العداد الكريم عرفنا خاصية العنصر المحايد عندما نجمع الصفر إلى عدد يعطي نفس العدد هذا ما تعلمناه في هذا اليوم الواجب تم إضافة واجب إلكتروني على موقع مدرسة الأندلس الإبتدائية الخاصة للبنين هيك بنكون حبيبنا توصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم الدرس القادم سيكون بإذن الله طرح الأعداد الكلية دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا زر الإعجاب حتى يصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر